طريقة التداول في منصات الفوريكس إذا أردنا أن نتحدث عن حكمها الشرعي هي مقامرة وأكل للمال بالباطل لأن الطرفين الداخلين في هذا العقد يراهن أحدهما على ارتفاع شيء والآخر يراهن على انخفاضه ولا يوجد شيء يعني لا يوجد شراء لشيء حقيقة وإنما هو أكل للمال بالباطل ما هو أكل مال بالباطل هو الأكل مقابل لا شيء أن يأخذ المال مقابل لا شيء فهو أكل للمال بالباطل لماذا نقرر أن منصات الفوريكس هي نوع من أنواع المقامرة وهذه قضية مهمة لأن كل ما يتداول في منصات الفوريكس سواء كان ذهبا أو فضة أو عملات أو أسهم أو مؤشرات وغيرها يوجد هناك طريقة شرعية لتداوله خارج منصات الفوريكس نعم فيمكن للمتعامل أن يشتري الدولار بطريقة شرعية خارج منصات الفوريكس ويمكن للمتعامل أن يشتري اليورو بطريقة شرعية يتحقق فيها القبض يتحقق فيها الملك ثم القبض يمكن للمتعامل أن يشتري سهماً لشركة إذا كان هذا السهم مباحاً ولا يتعامل مثلاً بالمحرمات أو الرباء ليس نشاطه محرماً فيمكنه أن يشتريه بطريقة شرعية من خلال بورصة من البورصات التي تبيع هذا السهم يمكنه أن يشتري ذهباً بطريقة شرعية من شخص مالك له يقبض هذا الذهب ثم يقبض هذا المشتري إذن هناك طرق شرعية للتداول لكن منصات الفوريكس هي فقط أسماء قيود فقط لا تمثل شيئاً إلا مقامرات بين طرفين طرف يقامر على الارتفاع وطرف يقامر على الانخفاض وتسميتها ببيع أو شراء هي كذب لا أصلا له